طيب التور واضح عندي حاجة واضح ان انت بتمر بازمة اهي ازمة عندك خوف على شوية اضطرابات شوية عقوسات الفترة دي خايف طبعا خايف تاخد اي خطوة خايف من اي حركة تعملها انك تزود المشكلة اكتر وتغرق اكتر بص جايلك ايه تحت الكرت ده القديسة زي ما انتو عارفين وحاكيد حافظتو القديسة بتمسلي القرب من ربنا الروحانيات حلوكو يا تور لو القرية دي تنطبق عليكو فعلا بتمروا بالازمة دي كليز اتنهل ربنا هو الوحيد اللي هي لطمن قلبكو وهو اللي هيخراكم المشكلة دي سلمين امنين نقرب من ربنا شوية نتعبد نحاول ان احنا ننعزل شوية مش ننعزل نقعد بس ايه نفكر بهدوق كده لوحدنا وتبعدوا عن المشكلة يعني تشوفوا لو هي مثلا خناقة مع محدد في الشغل يعني ايه ناخد بس بريك شوية نقيم الموضوع وزي ما قلنا نصلي بإذن الله محلولة في حد قريب منك هيقدم لك شيء والشيء ده شكله مساعدة هيساعدك وهيساعدك افتكر الموضوع ده ليه علاقة بالازمة اللي انت بتمر بها دلوقتي هيساعدك فيها هيقدم لك شيء اوكي بنية خلصة وحاجة حلوة جدا مساعدة او دعم او حتى يعني هيهون عليك ويخفف عليك المحنة اللي انت فيها دي بس هي حاجة بسيطة ان شاء الله ما هياش حاجة يعني تخوف ما تقلوش queen of pentacles ايوا بقى ايوا بقى حالة المادية فيها تطور كويس يا تور يمكن البنزين اللي كان عشرة سايخ ولوين ربع جنيه اللي نزلت دي يمكن هتأثر معاك حالتك المادية بقى فيها تطور وهتحس انك انت في حالة راحة شوية مش رخاء بس ايه عمليها تكون رايحة تطور عن اللي انت فيه اي ان كان اللي انت فيه هتحس ان انت ها طلعت شوية وكمان بيدل على انك انت شخص طيب وكريم وعندك عطاء كثير جدا وكل ما بتدي كل ما هديد اكتر انت محتار في حاجة واعتقد الحلاء الحاجة دي تخص العطفة ده فيه حيرة هنا قرارين شبه بعض قريبين من بعض قوي حيرانوا اعمل ده ولا ولا استنى شوية ولا اعمل ايه فيه عندك حيرة الحيرة دي بقى بتمشي باحساسها بقى بتمشي باحساسك دي مش بمدي مش متتحلش بالعقل دي بالاحساس وهتحس بمشاعر جديدة ياتور لو انت محتار بين علاقتين يعني محتار بين انت مثلا او انت محتارة من شخصين هيجيلك مشاعر جديدة هتحس بيها قوية جدا ماينفعش بتعدي من غير ما تاخد بالك او تاخد بالك هتحس بالمشاعر دي وده هيحسم لكم القرار ده فيه حيرة واضح اوكي وحيرة بقى حاجة ليها علاقة بقى بالمستقبل حاجة مكملة معاك فعلا ما اظن والله اعلم ان الحيرة دي زي ما قلتلكم في علاقة او حتى مش هزو يكونوا بين شخصين مقارنة بين شخصين ممكن تكون انت محتار تكمل او ما تكملش محتار تتعامل ازاي هتلاقي مشاعر هتحس بيها فجأة هي اللي هتحسن لك الموضوع ده هي اللي هتدلك تتعامل ازاي وزي ما قلت لك اللي قلت الازمة اللي عندك دي حلها القرب من ربنا والصلاة عندك تغير في الحظ يا تور الحاجات اللي كانت وقفة ومتعطلة وركدة كده المية الركدة العجلة هتدور هتبتدي الدور هتبتدي الدنيا تتغير والامور الوقفة المتعطلة هتبتدي تقرب والدمي هتبتدي تبسحل هتحس بتغير وتغير جامد التغير ده هيسبقه حاجة هيسبقه تغير فيك انت الاول فيه شيء هيتغير جواك فيه The Death ده ده كرت قوي من الكروت القوية جدا والكروت الماجر الاساسية في الفلترون بيوحي بي موت شيء كان عايش معاك فترة طويلة جدا ممكن يكون معتقد ممكن يكون اسلوب ممكن يكون صفة حتى فيك حاجة كانت جزء منك هتموت يحل محلها شيء تاني لما الشيء ده هيتغير جواك العجلة هتدور يمكن نقول مثلا حديك مثال للمثال وليس الحصر انه اسلوبك مثلا بدل ما انت شخص مثلا مش اجتماعي قوي هتبتدي العزلة اللي انت فيها دي تختفي ويحل محلها اجتماعيا انت تبقى شخص اجتماعي وحابب تنزل مع الناس واتقابل زمايلك في الشغل برا الشغل وتعمل علاقات اكثر فالعجلة هتدور معاك بهمين قصدي فيه تغيير هيحصل جواك انت وبرضو ده ماينفعش ما تحسوش زي المشاعر القوية اللي هتحسها دي ماينفعش هتعدي من غير ما تاخد بالك هتاخد بالك ايه ده انا مش جدا دي مش طبيعتي فيه حاجة شيء جواك هيتغير بشكل جامد سترنت يا طور بيقولك مواجهتك لازم تكون بعقلانية بدبلوماسية تستعمل عقلك ما تستعملش قوتك عشان تسيطر على الحاجة اللي بتهددك دي شايفين ده اسد قرد ده اسمه strength القوة قوتك بعقلك مش انك انت تنهر اللي قدامك او انت تهينه او انت تزعله او تزعله هو ده كده انت كسبت المطش لا المطش مش هيكسب كده بعقله بصوا هي مروضة الاسد ازاي بعقله بتطبطب مش لازم يكون بتطبطبة يعني الشرط يكون تستعمل نفس الاسلوب انك انت بتطبع اللي حواليك لا تستعمل معهم دبلوماسيتك وزكائك وما فيش شك من قوة الحاجتين دول عندك انت منغمس في ازيتك شوية يا تور شايفة حالة زي ما تقولو مش حزن بس انت واقية شوية حابب تكون مع نفسك او مركز مع نفسك قوي يمكن يكون التركيز اللي انت مركزه مع نفسك ده هيكون سبب التغيير الرهيب اللي هيحصل في حياتك ده يعني هتقعد قعدة مع نفسك وتعمل شوية تعديلات هتطلع منها بالنتيجة دي هتقول لا الوقت جي بقى خلاص انا لازم ابتدي اتغير لازم مثلا ابتدي بدل لما انا بهاجم بشدة ان انا لأ ابتدي اكون حكيم اكتر في انفعلاتي بدل ما انا لأ كل ما محد يقولي تعالى مثلا انزل معانا روح معانا زمال في الشغل انتو عارفين الخروجات بتاعت الشغل دي بتقرب الزمال جدا من بعد حد جديد انزلها هيتغير حاجة في شخصيتك جمدة جدا وبالتالي هتتغير حياتك معها هتكون اكثر ثلاثة واكثر حزد ان شاء الله رياحة حلوة زي ما قلتلكو يا تور لو انا صح في موضوع المحنة او الازمة اللي انت بتعدي بها دلوقتي حلها الصلاة قرب من ربنا ودعيله وهو هيدل لك بالنسبة للحيرة اللي عندك من ناحية الحالة العطفية فدي انت هي هتتحلل وحدها هتبتدي تحس بمشاعر جديدة هي اللي هتحسملك الموقف دي القرية الاولى للقرية العامة الاولى لبورج التور اتمنى تكون القرية منطبقة ودقيقة يا رب تكون عاوية صح مرسية عزق بتتمنى يتغير حلو وفوك الكعبلة ان شاء الله ان شاء الله يا دوت طلعت ان شاء الله بإذن الله هتتفكر بإذن الله البس ده لا مش يوميا يا عمر هو بقى حسب التساهيل صراحة بس هو الخطة ان هو يوم ايوم لأ وهحاول على قد مقدر ان انا اضبط الريتم ده يا سلوى يا حبيبة قلبي ويحفظك ويبارك فيك يا حبيبتي انتي خلاص يا عليكم صح؟ طيب كويس قوي كويس قوي قوس يا ميسة قريب قوي حاضر بعد ما شفت فيه حاجة جواد غيرت وانا مش جدد من ساعة ما شفت ايه يا حسام؟ هذي من برج التور دي مرحلة الاولى يا زينب ما تعيطيش دي مرحلة الاولى وحنقولي الحالة العطفية حالا ولو فاتك القرية ولا يهمك بعد البث ما يخلص هتلاقيني بحطهولك في الصفحة جاهزة مستنياكي قوس ان شاء الله يا ميسة حاضر مرسية مار وعشير تسلم ايه بك حياتي طيب يلا نشوف الحالة العطفية اهم روضة قسود وما جبتش من عندي حاجة او الله يا بنت احنا عايشين في غابة هنا دي غابة بنروض قسود فعلا يلا هنعمل ايه فعلا كلامي كله صح؟ مرسية بسمة جدا صح اشكرك يا شايماء طبعا ياسيف الاعلم الغايبة الا الله طبعا عنعمة بالله طيب يلا نشوف الحالة العطفية اخبارها ايه يارب تكون كويسة وانا في حد كمان تور عندي من صحابي يارب يكون حاجة كويسة يارب بسم الله الرحمن الرحيم يا مانا انت اللي كمان انت وحشتيني جدا جدا مانا مانا احنا انت سمعت يقريتك ولا لا انت قريتك عملتها لايف مانا من الناس اللي كذبت معنا سمعتها والنبي طمانين يقوليني انت سمعتها عشان انا ما بقيتش فاكرة انا قلتها فقاني لايف بيهم عشان خطي يقولينك سمعتها انا بعد كده هعمل القريات على التليفون انا مش هخليها هن كل كلمة صح بس انا ايه بصلي على طول كويس جدا يا عزة حلو حلو الصلاة طبعا دي عبادة ما فيهاش حاجة بس انا اقصد الصلاة اللي هي انك تتكلمي مع ربنا فاهمة قصدي ايه القعدة دي اللي بتبقي خلصتي الصلاة وتعودي كده ايه تفتحي قلبك وتتكلمي مع ربنا ده قصدي بس طبعا برافو عليك و دايلي معاك دايلي ارجع التزم انا كمان محمد مفروض صح جدا بشكرك يا محمد اوكي يلا نشوف المجموعة الاولى لبرج التور القراية العضفية بسم الله الرحمن الرحيم اه حيرة هي شفته عندك حيرة يا تور مفيش كلام زي اللي شفتها فعلا في القراية الجنرال بتاعتك في حيرة حيرة ده الطاقة حتى نفسها بينك وحيرة يا رب يا ترى ايه الاسباب ايه سبب الحيرة دي طيب طيب بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة جدا بصوا جماعة حيرة هي واضحة هي ايجابية طاقة ايجابية كل حاجة بس انت عايز تحسن قرار انت رجل في المية ورجل في الارض مش عارف تروح فين وهو قرار شكل وقرار مصير يا الارض يا المية حاجتين يعني عكسة بعض فعندك قرار محتاج تحسنه نفسك انت شايف ان في حاجة غلط في العلاقة يمكن يكون خطأ حصل من شركك او خطأ منك الله اعلم بس في يمكن في حاجة غلط البرج ده معناه شيء غلط نفسك الشيء الغلط ده ينهار ويروح بقى اكشن غير طبيعي كده لكن لازم عشان تهدى لازم يحصل الانفجار ده فانت نفسك الشيء ده الوحش ده ينهار حتى لو هيبقى فيه خسائر بس نفسك ينهار شايف شريكك ازاي؟ شايفه هداية من ربنا شايفه حاجة حلوة جدا بيمدك بطاقة اجابية وبيمدك بالهدوء وبيمدك بالاطمئنان بص وبنينة وبستان يعني حاجة حلوة جدا ويد ممدودة وحاجة منورة وكده حاجة حلوة قوي قوي انت يتور شايف شريكك حاجة كويسة جدا اكيد شريكك شخص كويس يعني واضح ان هو شخص كويس وهو فعلا على فكرة شخص كويس اشتركوا في القناة